خير الجميع. بالساعات الاخيرة يا جماعة لاحظنا توقف تطبيقات المرتبطة بشركة فيسبوك اللي هي تطبيق الفيسبوك وتطبيق الانستجرام وكذلك الواتساب. كتير مننا صار معه حالة فجأة توقف هذه التطبيقات بدون سابق انزار يعني. وخاصة الواتساب اللي بيستعملوا عدد كبير منه بيحكي مع اهله او اصدقائه او اقاربه او اولاده يعني الواتساب اللي بنستعمله بشكل يومي فهذا الخبر اه كان مثل مفاجأة لعدد كبير من الناس يعني. وما كان فيه سابق انزار الشركة ما طلعت قابلة بيوم يومين ثلاثة وما وضحت هذا الشي. فبحوالي السادسة والنصف يا جماعة بتوقيت اوروبا اتوقفت هذه التطبيقات عن العمل. التطبيقات طبعا نتابع على منصة اه فيسبوك عفوا الانستجرام والواتساب والفيسبوك. اه شفنا يعني العالم اضرت لانه كل واحد عم يحكي عنده مشاريع وعنده الشغلات الخاص فيه. اما رح نجي عن سبب توقف هذول التطبيقات يا جماعة. شركة الفيسبوك اه طلعت بتغريدة على تويتر. وقالت نحن عم نشتغل على حل المشكلة. وراح نحلها باقرب وقت. وكمان شركة الواتساب طلعت على موقعها الرسمي في تويتر وغردت كمان تغريدة انه نحن كمان عم نشتغل على اصلاح المشكلة باقرب وقت. ما ذكروا اه شو هي المشكلة تقنية او اي شي ما ذكروا اسباب المشكلة ابدا. اذا يا جماعة لا تخافوا اه المشكلة مو بخصوص شخص او شخصين او انت او كل واحد عم يشاهد الفيديو. المشكلة على مستوى العالم على مستوى دول العالم كلها يعني. انا كمان انفاجأت يعني بالساعات الاولى من الساعة الاولى بساعة الاولى يعني. بس ما في داعي بعد ما اتأكدنا من الخبر يا جماعة. انا اه ما اطلعت ما حبيت اطلع لا اتأكد من الخبر ولا اشوف تغريدة يعني تغريدة من اه حساب فيسبوك على تويتر لانه الفيسبوك متوقف يعني ما فينا نبحث عن اي شي ما فينا اه نراقب نبحث او نطلع على اي شي جديد. فيسبوك متوقف يعني فالتويتر حتى طلع التغريدة الرسمية من التويتر على حساب فيسبوك نقول له قالوا انه نحن عم نشتغل على حل هاي المشكلة. اذا المشكلة على مستوى العالم مو خاصة فيني او فيك. ما في داعي القلق ما في داعي تنزعج حالك. في تطبيقات بديلة يا جماعة. في تطبيقات بديلة خاصة عن تطبيقات بديلة وابتر امانا يعني فيها. اكتر امانا من اه واتساب. ما بتستعمل بيانات كتيرة بيانات الخصوصية او اه ميلادك والهواتف و بيانات معلومات شخصية مثل التليجرام. فيك تستعمل التليجرام وتحكي مع اهلك واخاربك وباي دولة وكأنه واتساب واحسن من واتساب اكتر امانا. وكمان الفايبر. الفايبر كمان قديم يعني اغلبيتنا بنعرف تطبيق الفايبر اللي انا انتقلت حاليا على الفايبر لمدة لنشوف اخر تطورات لانه اه الفايسبوك والواتساب والنستجرام يعني تقريبا اخذ الجزء الاكبر من مواقع الدردشة والتواصل مع الاصدقاء والاقارب. اذا يا جماعة مثل ما قلنا ما في داع للخلق ما في داع للخوف. معتقد يعني خلال ساعات قليلة الفايسبوك والانستجرام والواتساب راح يرجع يشتغل اه عادي ما في اي مشكلة. بهيك يا جماعة وصلنا لهذا الفيديو. نلقاكم في فيديو تاني وتصبحوا على الف خير. السلام.